لكن تعالا بقى نوف عند مستويات بعض اللاعبين. أول حاجة أنا عايزة أبتدي كلامي عنه هو كوكا. لا لعبتي إيه؟ لعب شخصية ممتازة في الملعب. اللعب يلعب بقلبه. أنا أحب أقوي اللعبة اللي بتلعب بقلبها دي. لهو مش فارق حاجة. مش فارق مع حاجة. التدخلات قوية بتركيز عقورة. ما فيهاش عنف مثلا. ما خدش مبارح ولا انذار. في المباراة انذاراته قليلة. قوي على مدار ماتشاط كتير لعبها مع الفريق. مؤخرا بعد ما شوفيها من كورونا. وقاعد فترة طويلة زي مثلا حالة بدر بنون كده. لكن في نفس الوقت. لعب شخصية كويسة. بيقدر يفيدك في نص الملعب. وده مركزه الأساسي أشوال. تمام كمان. ولمما تتنقل في الشوت التاني كباخلفت. أجاد بشكل ممتاز. فانت كسبت لعب صغير في السن. بإمكانات كبيرة. لعب في موراد بيراميدز. كان مفروض من وجهة نظر يعني. كان ممكن نستفاد منه في موراد الزمالك. اللي كانت في إدينا. لكن في نفس الوقت. إضافة كبيرة أوي أوي كوكا. وأنا مش قادر أخفي أعجابي شديد بهذا اللاعب بصراحة. فكوكا نجم المباراة الأول من وجهة نظر. لكن فين جم تانيين. عملوا ماتش كبير أوي. أفشا كان رايق. مبارح. عمل ماتش حلو حلو حلو. على مدار الدعي. كلها للعيبها لحد ما خرج. ما خرج في الآخر خالص يعني. عندك طاهر بيواصل مستويات عظيمة بيقدمها. وأنا بفتكر. وإن بارح قلت لحضراتكم كمان. طاهر كان أحسن واحد في مباراة الوداد. في نهاية أفريقيا. أحسن واحد في الآخر. بيتي فرقة كانت وحشة بصراحة. لكن طاهر عمل ماتش كبير أوي إن بارح. هدف مميز وفايق وماشي بشكل كويس. ومساوى مؤخرا ثابت جدا. رمي بقى ربيعا. من الناس اللي دايما بياخدوا انتقادات كتير. كتير قوي. بس لازم ياخد حقه لما يكون كويس. إمبارح مش كويس بس ومش إمبارح بس. لا بقاله فترة برضو. ممتاز. أولا بيصنع لك أهداف. ثانيا بيلعب بشكل ادفاعي بحكم مركزه. بسلوب مميز جدا جدا. وبروح عالية برضو. وبقوة كويسة. وبتركيز. ميزة رامي مؤخرا. أنه عنده تركيز في معدلات عالية جدا. وبدنيا مميز جدا. وربنا يا رب يحميه من الإصابات اللي عطلته كتير قوي قوي قوي. خلينا يا جماعة نفتكر رامي رابعة. كان حاجة تقيلة قوي في خط الدفاع. فهو ماشي في الطريق ده. بيرجع لمستوى بشكل مميز. وبيطمن جمهوري الأهلي على المركز ده تحديدا. مركز الدفاع. ليه بقى؟ لأنه عندك رامي رابعة. وعندك الراجل قوي 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 ياسر إبراهيم. اللي بيواصل برضو أداء ممتاز على مدار بقى إيه؟ ياسر بقاله مثلا سنتين. أو أكتر شوية. من أيام فييلر. فأواخر فييلر كده كان ياسر. ابتدى يثبت تواجده. لأن أول ما فييلر جي ما كانش مقتنع بياسر. وكان راجله بره وكان الاحتمال ياسر يمشي. لكن شخصية ياسر إبراهيم ساعدته في أن هو يثبت أحقيته بارتداء شرط النادي الأهل. إزاي؟ أفعل على نفسه. ركز. ما لتفتش لأي كلام. وأثبت لي المدير الفني ساعتها فييلر أن ألا لا أستحقه. فالراجل كان بصراحة وفير قوي. لقى ياسر كويس في التدريبات. لما بينزل بيلعب بيقدل مطلوب منه. فلا حياتي بقى أساسي بقى أساسي. بعد كده بقى مع مستماني ياسر إبراهيم. ما شاء الله. مع كابتن سامي أمصان. ما شاء الله. ومع المدرب الجديد بإذن الله حيكون مميز بكل تأكيد. آخر واحد عايز أتكلم عنه قبل ما أتكلم عن الشيناوي. يعني برضو من اللعيبة اللي بتاخدوا انتقادات قد كده. وبصراحة هو فترة اللي فاتت كان يعني غير موفق إطلاق. لكن مبارح عمل مطش كبير قوي. قاتل خطورة رمضان صبحي. قدر أنه هو تدخلاته بنسبة كبيرة قوي قوي كانت ناجحة. كان فيه تركيز كبير وكان بيلعب بشكل مميز ناحية الألمين. وأنا من الناس وده رأيي يعني. من الناس اللي بقتلع جدا جدا بالمحمد هاني وبشخصيته. وبشوف أنه هو لعيب كبير. لكن اللي بينقص محمد هاني هو الحفاظ على المستوى المميز. لأنه فترات بيبقى كويس قوي. وفترات بيتراجع. فالمطلوب من محمد هاني أنه يحافظ على المستوى المميز اللي بإذن الله يوصله. ده هيحصل إزاي؟ بمساندة الجمهور ليه؟ وأنا بشوف ده دايما دور الجمهور يعني. أنه يساند لعبته. طبعا اللعبية دي عندها رسيدة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر